السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة والأخوات تحية لكم ونتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير في أحسن الأحوال وأحسن الظروف مرحبا بكم أخوتي معنا في هذا الفيديو سأعجبكم لأنه هناك أمور جديدة وخطيرة إخواني أخوات وخطيرة خطيرة خطيرة جدا على أين عندنا اليوم توجد الفقرات أو ثلاثة سأضرع لمسألة العناصر الجديدة اللي بنت في قضية عصابة الإبتزاز الإعلامي اللي ربما سيتغير مجرية التحقيق وهي غناصر ربما أول مرة سينكرها سينزيدوا ونهضروا عليها مزيان ونعرفوا شكون هاد الناس كذلك سينزيدوا لبراءة الأخ الماديمي ومن ننسوش إخواني أخوتي التضامن بينتنا كمغاربة فيما يخص محاربة هاد الوبا قبل ما نبدأ بغيت نأكد على أنه كانت تعرضوا بزاف ديال السينيال اللايفات تشتوا أنه البارح مدرتش اللايف اليوم ربما ما يكونش لايف لأنه بدلنا نكتافيه بالفيديوهات هاد الناس غالبونا بزاف إخواني أخوتي جميع اللايفات مسينيالي كذلك بغيت نقول لأنه والناس اللي يشوفوا أول مرة القناة مرحبا بهم يفعلوا سبسكرايب ديالهم ويدخلوا للقناة ومننسونا من التعليق ديالهم والمشاركة بالرأي ديالهم فيما يخص مواضيع ديال القناة والناس اللي قدام رهم عارفنا والناس اللي يجدد تنقولوا لهم مرحبا بكم واليقدام رهم لما ينسونا من التعليق إخواني أخوتي كتعرفون على أنني كنقرأ تعليق 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 كنحاول أنني نستفد منكم هذه هي المقدمة اللي كين المقدمة الثانية اللي بغيت نأكد عليها أو نأكد عليها قبل ما ندوز التفاصيل هي مسألة التضامن إخواني أخوتي واصلين واحد المستوى فيما يخص محاربة هاد الوباء مستوى اللي هو بخطير ولينا كنشوفوا عدد الوفيات مع الأسف تتزاد عدد الحالات تتزاد هذا ميساج موجه لجميع المغاربة سواء كانوا في المغرب أو خارج المغرب الله يرضي عليكم نتضامنوا بعضياتنا بالنسبة للناس اللي مراد نتضامنوا معهم نحاولوا أننا نواسيهم إخواني أخوتي إخواني أخوتي حتى نفسيا لأنه المساعدة والتضامن تساعد يعني حتى الإنسان نفسيا أنه يتغلب على هذا المغارض هذا ماش نبقوش نشوفوا ذيك الجانب السلبي لأنه واحد رأتقاس بهذا الوباء هذا رأسافي الحمد لله ذا بولت أدوية هناك ربما عقارات تترح ربما أمور لقاحات تتكون إن شاء الله علاج ربما على الأبواب نحاولوا أننا نواسيه هذه الناس يعني فضل لحظات هذه وإن شاء الله بلا جاء العلاج وإن شاء الله نتمنى أنه يكون خير ونطلبهم الله عز وجل أنه ترجع الأمور كيفما كانت وهذا كيبقى في مطلب الجميع إذن التضامن 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 فيما بيننا في معالجة أو في محاربة هذه الوباء مصاج مجه للجميع الخوت أول فقرة غديمة ديها هي مسألة البراءة دي الأخ الماديمي اللي كنقولها دائما وكنزيد نؤكدوا عليها اليوم غدي نزيد نعطيه واحد بالنقطة وانتمنى نكون فيها وده كتبقى يعني فكرة دي الجميع وكن نظن على أنه مصاج دي المجموعة من الناس كتعرفوا لأنه الملف دي الأخ الماديمي احنا هنا في النهاية دي الملف فعلاش لأنه ربما الأحكام غدي تصدر بعد غدا إن شاء الله يوم الأربعة بحكم أنه كانت الجلسة نهار الجمعة الجلسة الحاسمة وشنة التطورات اللي وقعت فيها لظروف صحية طارئة أو عاجلة بالنسبة للأخ الماديمي شافت المسحة دي السجن على أنه ممكنش أنه تغامر بالسجن لأنه بعد هذيك الجلسة الماراطونية اللي هي فوق 16 ساعة أو 15 ساعة شافت على أنه خصوي يريح ومنتم معطاته شهادة طبيعة لمدة 3 أيام على أي الجلسة راكم تعرفوه ونذا هضرت على هذا الشيء دا غدي تكون يوم الأربعة أم بعد الثناش غدي نشوفوا إحكام هنا كنقولوا على أنه كانت منه من المحكمة المقارعة لأنها يعني تحكم ببراءة الأخ الماديمي وبالمنسوب إليه على أساس أنه أي حاجة أو ذك شي ليش فينا لحد الساعة إخواني أخواتي تنقول ليش فينا ما كنش هناك دليل واحد كيدين هاد السيد فيما يخص الشيكاية اللي تقدمت ضده إذن هنا تنهضروا على النوات الشيكاية شيكاية كيدية لكن شي أمور شي أديل اللي احنا ما تنعرفوهاش الله أعلم ولكن هتنهضروا وبناء على المنطقة اللي قدامنا وبناء على المعطيات اللي لدينا ما كينش دليل واحد يدين هاد السيد في الشيكاية من هنا تنبنيو براءة الأخ الماديمي كذلك المحكمة المقارعة كنتمنع على أنها تزيد تعمق البحث في الميلف هذا لأنه ميلف صعيب وصعيب بززاف ونتمنع على هاد تمعان وإحنا عدنا التقات التامة فيها لأنه هناك ناس يعني نزهاء غادي تعمقوا هاد الميلف وغادي يفهموهم زيان وغادي يشوفوا لأن هاد السيد هادا ما دير إلا واحد الواجب اللي هو مفروض عليه أنه يديره ألا وهو هاد السيد كارد أسوح للمركز الحقوقي الناس اللي تجي عنده وتطلب منه طلب مؤازرة من حقه على أنه يؤذرهم إذا هنا بتنهضرش على أنه وتسيد تخلى على الناس هذا هو المطلوب منه وتشي شفناه فيما يخص من الفات ديل مافيا العقار كما قلت لكم او مافيا العقار عفون الناس اللي طلبوا منه المؤازرة ناس ضحايا ديل ما يعرف بضحايا سيدة عبد الله الغيات الناس اللي اتنهبت منهم أراضي ديله هاد الناس هادو كانوا في شكل ويدادية وهاد الويدادية كنت أكدت عليها في فيديوهات سابقين وعطيت الاسم ديلها وقلت أنها طالبت من السيد المؤازرة هاد السيدة دا ما تخلاش عليها وآزرهم كذلك الناس اللي هما ربما شافوش ميلفت فساد وطالبوا على أنه وآزرهم كذلك بالحكم ديله كرئيس وحد المركز الحقوقي منحقوا على أنه يشوفش ميلفت اللي كتكون غامضة لأنه طالب بتحقيق فهاد الميلف هذا إلا خطأ هاد السيد هذا هناك يعني بزاف دي الأمور وبزاف دي الأخرب باش أنه يعني تكون عقوبات الزريف حقه وإلا كان هاد السيد على سواب فهذا الشي هذا هو المطلوب وأنه وذن الناس اللي كيكونوا يعني فاعلين جمعويا وحقوقيين هما أنهم يعني يسمعوا لهم ويتفتح تحقيق فهذا الشي هذا اللي كادروا لأنه في الأول وفي الأخير إخواني أخواتك تبقى المصلحة العامة هي اللي كتهمنا إحنا كاملا هذا بما أنه طالب فتح تحقيق في بعض مجالات أو في بعض ميلفات إذا هاد عنده غير على البلد ديره إلا تبدأ شي أمور أو شي خروقات أكيدا شي اللي بغينا إلا ما تبدأ العكس غاد ينبهه تسيده أو غاد ينبهه أو غاد ينبه زاف دي الأخر لأن هذا المركز يخدم بطرق قانونية إذا ربما يتوقف ربما تحبله الأخر على أين ولكن مشي أننا نسجنه واحده بدو أنه هو الأخر ولكن في الأول وفي الأخير إخواني أخواتي باش نكون واضحا لأنه هناك قانون غادي تصدر من طرف محكمة يجبوا احترموا لأنه في الأول وفي الأخر كان آمنوا بمؤسسة بغينا أقول لك رهنا على أنه القضاء يعني كمؤسسة غادي تصدر الحكم ديالها بالبراءة أو بعقوبة على أي قرار غادي نشوفوه إن شاء الله إحنا كمتضامنين ولنتم كمتابعين كمتمنيت دينا وطلب دينا أنه تحكم براءة الأخ الماديمي وهذا هو المطلب دينا إخواني أخواتي نتمنى براءة الأخ الماديمي في هذا الموضوع هذا غادي ندوزو الفقرة التانية ولا نعرجو الفقرة التانية أخوتي في هذا الفيديو باش تفهمون زيان أشواقه عصابة الإبتزاز الإعلامي هاد العصابة هاد إخواني أخواتي اللي رونت هاد الأخر السوشيال ميديا مؤخرا علاش للخطورة ديالها للخطورة ديالها وأنا أوتوماتيك منهر ننطاح هاد الصحفي حجي كنت قلت على أنه هنا غادي نشوفو شي حويج وشي أمور من العيار التاقيل وغادي نشوفو ضحايا من العيار التاقيل كذلك غادي نشوفو الناس اللي غادي بنوا في هذا الموضوع ناس من العيار التاقيل وهات شي داخوتين اللي كي زيدت بت اليوم ربما حصريا لأنه هناك ناس اللي بنوا في التحقيق ناس اللي ربما هاد العناصر الجديدة غادي تغير من مجرى التحقيق غادي تعطينا أو غادي تفتح لنا بزاف ديالأبواب باش أنا نزيدوا نعمقوا التحقيق في شي أمور اللي هي ربما خطيرة وخطيرة جدا إخواني أخواتي وهناك تهم يعني مؤسسة قضاء مع كل أسف هنا غادي نقولوا لأنه ربما يا مؤسسة قضاء دخل في شي أمور اللي هي خطيرة يا مؤسسة قضاء مستهدافة باش نكونوا واقعين يا تكون هاد المؤسسة هادي مستهدافة في غادي تكون دخل في شي أمور اللي هي خارجة على كما تقولوا على القرار ديالأو خارجة على السواب ديالأو يعني شي أمور اللي هي غادي نفهموها بشوية بشوية على أين ظهور عناصر جديدة في هذا الموضوع وخصوصا واحد الاسم اللي تذكر الاسم دياله في التحقيقات وهذا الشي هذا ذكره صاحب موقع بالخصوص صاحب موقع علاش طيفي وهو محمد القاسمي نذكر واحد الاسم اللي قالوا لأنه هاد السيد هدا هو من صرب هاد القادرة كان شهر للأخت وحفا ولكن احنا قد نزيده نهضره على شكون هاد الناس وكيفاش على أنه واحد الاسم اسمه عادل أوري عادل أوري هاد الاسم ديال عادل أوري منين تسمع أو منين سمعته أنا ومنين جاف التحقيق وبدأت كتتطرح عليها علامة السفهم ومجموعة من العلامة السفهم من طرف كذلك منابر إعلامية أو منابر صحفية بالخصوص علاش لأنه الكلام اللي يجب التحقيق هو أنه هو تسيد هدا ربما هو اللي كان تصل بحاتم حجي وشي كان قال هذه الفقرة هادية بالخصوص غندوز عليها بزربي لأنه كان قال الأخت وحفا قال أنه ربما هذا هو اللي قال ربما الأخت وحفا ما تكرش الاسمه ولكن الاسم دياله ده تطرح يعني عادل أوري هو اللي قال حاتم حجي على أنه قاضي هو اللي تصل بتحفا وقال على أنه هو اللي يسرب المعلومة على حاتم حفا بش أنه تحفق يهاجم حاتم حجي هذا هو الكلام اللي كان على أنه بكينش بما يفيد وربما هنا محاولة أنه يجب دول أخت وحفا وحنا هنا كنتضمنوا مع أخت وحفا لأنه يبقى مؤتر من المؤترين ويوتيوبيرز اللي يعطاهوه مجموعة من القضايا اللي هي متروحة على الرأي العام وهنا كنقولولو إحنا كنتضمنوا مع كفاد الأمور هذه أو في محاولة أنه ميز الجوب يكفاد الموضوع هذا هاد السيد هادا كان علي أنني باش ندير هاد الفيديو نهندر علي خصينا عارف شنوكين فيما يخص هاد السيد كان تواجع لأن هاد السيد هادا ديجا عنده مشكيل مع القضايا وكان سبب في أنهم محب بعض القضايا على أنهم يتحالوا التقاعد فيطلوا أنه زرف قضايا وهنا غادر رجعوا الواحد سنة 2010 عشرة سنين للور إخواني أخواتي عشرة سنين للور وغلقوا عشرة في 2020 الإسم ديالو وربما في قضايا أخرى قلقوا الإسم ديالو هنا العالمات سيفا مدى تطرح شكون هاد السيد هادا دائما في مسألة القضايا وفي مشكلة القضايا مؤسسة القضايا مع أنه لا علاقة له بالقضا لا علاقة له بالقضا فجيت نبحث عنه كالقاوة لأنه ربما رجل أعمال فهو صاحب مطبعة أو مطبعة عفوا صاحب مطبعة هاد المطبعة هذي كانت تطبع بعض المنشورات لمؤسسة القضا كانت تطبع بعض المنشورات لمؤسسة القضا هنا غير بدا التعارف ديالو مع ذو كالضحايا اللي كانت زرفهم في 2010 وهما القاضي جعفر حسون هو كان رئيس المحكمة الإدارية في مدينة موركش كذلك محمد أمغار وكان نائب وكل ملك مدينة إفران هاد الجوج هادو تم إحالة ديالو إلى التقاعد في 2010 علش؟ لأنه هاد السيد هادا هو السبب فيهم هو سببهم كيفش هو سببهم؟ هاد عادي له هادا أوري كانت تعرف سبق له تعرف على جعفر حسون بعض مناسبة جاءت تعرف عليه في مدينة ربما الدار بيضاء أو مدينة أو بحكم كما تلكم المنشورات اللي كان يطبع مؤسسة القضاء أو بعض المنشورات اللي كانت تهم يعني القوضات ربما وقع بيناتهم تعرف ولا تصدق بيناتهم هاد الصدقة هاده تحمقات إخواني أخوات ولو أصدقاء لذلك يقلصوا يتربوا قهوة يحضروا بعضيتهم فسكتجيب شي مناسبة من مراكش يعني هاد القاضي كيتلقى مع مدينة على أي حتى تجي 2010 أو بداية 2010 غادي تتسرب أي تم تسريب واحد المعلومات اللي هي خطيرة جدا وهذه المعلومات هذي كتهم مؤسسة القضاء وهنا بالخصوص كتهم مسألة التعيينات اللي كان غايديرها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في ذاك الوقت وكتهم تعيين مجموعة من القوضات وتغيير مجموعة من القوضات هنا غادي هاد القاضي هاده يسرب هاده المعلومة لعادي الأوري هاشكل اللي غايوقع هاشكل اللي غايتبدل هاشكل اللي ما غايتبدلش هنا عادي الأوري عنده مجموعة من الأصدقاء دياله قوضات موحا قوضات يعني في مدينة برشيد يطلب منه على أنه يخدم مع هاد الناس لأنه هاد شعفر حسون كان عضو يعني في المجلس أعلى للقاضاء وبالفعل ساعدوا وبزاف ديال القوضات اللي هما كانوا بغوا يخدموا في بلاسة دهم لها عادي الأوري يعني يقدم معروف الأصدقاء دياله في مدينة مراكش وكان مجموعة من القوضات اللي التحقوا بالموذل اللي يبغاهوا المشكل ما غايبقاش هنا المشكل غادي زيدي تطور حتى الدرجة أنه واحد منهار غادي يعترف له غادي يصرف له هذه المعلومة هذه التعيينات اللي يجد جديدة واللي غايدير جلالة الملك هنا المشكل غايد يكبر منين هاد عادي الأوريغة دي يتلقى صديق دياله صاحب جريدة الصباح بلا ما نقوله الاسم دياله في ذاك الوقت هنا غادي يصرف له هذه المعلومة هذه المعلومة هذه غادي دوحة الصحافي وغادي ينشرها في جريدة الصباح هنا غا تنود القيم على هاد شوش قوضات من بعد التحقيق طبعا كيفاش معلومة اللي هي خاطرة دي هذه التعيينات غادي تتسرب في جريدة قبل ما يكونوا التعيينات أصلا وقبل ما يدينهم جلالة الملك نصره الله كيف يعقل إذن هنا علامة السفاهم هنا غا يبدأ البحث ديال الضابطة القضائية وغادي توصلوا لأنه واد السيد هذا هو من صرب المعلومات عادي الأوري عادي الأوري هو من صربها لجريدة الصباح جريدة الصباح تم فتح تحقيق معها إذا مشيتوا تشوفوا الموضوع في جريدة الصباح تلقاه تمسح حيدوه ولكن احنا حاولنا أننا نلقاه في صفحات أخرى هذا من خلال أنه كان بحاجة باش نزيد نعرف هذا العادي الأوري والدور دياله كذلك على أنه تم تحقيق البحث معه وقال على أنه ما عنده شي علاقة بهذه الأمور يعني هذا هو أصدقاء تلقوا تأكدوا على أنه مصادق ما ويردوا شي حاجة ولكن الفرق الوطني في ذلك الوقت حمقت البحث ولقات على أنه هناك علاقة وهما يعني من صرب هذه المعلومات لهذا السيد هذا ومن ثم ربما كان دوزوا حال عقوبة حبسية هنا هاد اسم عاودة تطرح فالقديدي الحاتم وقاسيمي والسلماوي وكذلك شكون هاد عامية الشرطة والقوضات اللي هما مرتبطين في هذا الموضوع هذا عاوداني إذن هنا دائما هاد اسم مرتبط بقوضات إذن شكون هاد السيد هذا تساؤل للجامع وهدي عناصر جديد لبنت في هذا الميلف شنو غادي تغير في هذا الميلف شنو اللي ما غادي تغير كيبقى الحكم للقضاء أو بالأحرك يبقى للفرق الوطني لأنه ما زال يعني البحث الأولي جاري هادو إخواني أخواتي باش ما نطولش عليكم هادو والاسم جديد وهادو من عناصر جديد لبنت في هذا القضية اللي أكيد وأنه تسيد هذا سبق له على أنه كان يعني سبب في أنه بعض القوضات أنه مشهول التقاعد وسيطم التقاعد كذلك هو بل اسم دياله نشوفه ما زال يعطي كيف ما تقوله في هذا الموضوع غادي ننتظره نشوفه التحقيقات أشنو غادي تقول في هذا الباب هذا نتمنع على أنه هاد الأمور هادو التحارب لأنه في الأول وفي الأخير كتهمنا مصلحة القوضات كتهمنا مصلحة مؤسسة كتهمنا مصلحة دي الأمن كتهمنا مصلحة كل شيء لأنه لا يعقل لا يعقل أننا نعطيه ولا نخليه بحالة الناس يتلاعبوا بناس اللي عندهم مناصب علية متى عندك مطباعة ولا رجل أما سير خدمتك أجدك تلشي قوضات وتقدر دخل هنا وتخرب قم هنا مجموعة إخواني أخواتي من هذه الكورتية هادو اللي حاولوا أنهم يستفزوا القوضات وهذا مع كل أسف القوضات اللي يعطون فرصة أنهم يدخلوا بحالة هذه العناصر هما أنتم ممكن تشوفوا النتيجة خرج على جوش قوضات يعني في 2010 ها هو اليوم عاوتنا ياسم ديله موجود في هذا الموضوع أعلم الله أشنو ما زال غادي نشوفوه مرة أخرى إخواني أخواتي هذا هو الفيديو اللي كان اليوم نتمنى على أنه يكون الإعجاب ديالكم إخواني أخواتي الله يرضي عليكم ما تنسوناش لدعم القناة القناة لأنه كانت تعرضوا لهجمة ممنهجة ممنهجة من أجل تضرب قنوات كل من تكلم أو تضامن مع الأخ الماديمي أو ناقش مواضيع بحال مهكة اللي كانت تكون مواضيع من تروحها على الساحة وكان ناقشها بكل حية دي شكرا لكم إخواني أخواتي وتحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته